موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الخاصة عن انعدام تسليم المرتبات الموظفين الذي يبلغ عددهم المليون ومائتين موظف يمني يعانون في هذا الشهر الفضيل فيما كما هو معروف أن حكومة الميليشيا لم تدفع لهم مرتباتهم وكذلك أيضا الحكومة الشرية لا تبدأ أي اهتمام لصارف المرتبات على الأقل في هذا الشهر المبارك فيما والد الشهر كان قد عرض مبادرة لتسليم الموارد الدولة لصندوق مستقل تشرف عليه أيضا الممتحدة لتسليم المرتبات لموظفي الدولة نتابع هذا التقرير ثم نعود إلى الستاديو حالة من الاحتقان الواسعة بين الموظفين الحكومين الذين بات بعضهم يبحث عن ما يوفر أدنى متطلبات البقاء على قيد الحياة خاصة في شهر رمضان تدهورت حياة المواطنين والموظفين تحديدا بدءا من سيطرة مليشيا الحوث على صنعاء ونشرها لما يعرف باللجان الشعبية في مختلف المكاتب الحكومية داخل الدولة تتحكم أو تتدخل بعمل تلك المؤسسات ومع عكس الانقلابين عن دفع المرتبات بعد أن استنزفوا الاحتياطي النقدي البالغ 6 مليار دولار أقرت الحكومة الشرعية في سبتمبر الماضي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ومع امتناع الانقلابين في صنعاء توريد عائدات الضرائب والجمارك والاتصالات وميناء الحديدة إلى البنك المركزي في عدن لتغطية مرتبات باقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم يرفض الحوثيون كل الأفكار التي تقدم بها ولد الشيخ مؤخرا أثناء زيارته إلى صنعاء لتجنيب ملف المرتبات الصراع فقد عرض عليهم توريد عائدات الضرائب والجمارك إلى صندوق مستقل بإشراف لجنة اقتصادية تتولى صرف مرتبات الموظفين باعتبار ذلك حقا من حقوقهم التي لا يجوز لهم استخداما في دعم عملياتهم العسكرية أو ابتزازهم به في ظل استمرار الأزمة يوزع الموظفون المسؤولية بين الحكومة الشرعية التي أقرت نقل البنك المركزي من صنعاء وتطلق تعهداتنا باستمرار بأنها ستدفع رواتب جميع الموظفين بلا استثناء بما في ذلك المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون وهي مجرد وعود لم تنفذ حسب ما يصفها مراقبون حيث يؤكدون أن تعز التي لا تبعد عن العاصمة الحالية عدا كثيرا لم تصلها مرتبات الحكومة الشرعية في المقابل يتحمل الحوثيون وحلفاؤهم مسؤولية مباشرة باعتبارهم سببا رئيسيا في الوضع الذي وصلت إليه البلاد واستمرارهم في نهب المال العام وعائدات الجمارك والضرائب والتي تقدر بالمليارات فمكاسب الحرب لديهم أكثر من مكاسب السلام أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى أرحب بمحمد الجماعي المحلل الاقتصادي وأيضا الصحفي محمد الجماعي نعم محمد أين المشكلة حتى الآن لن تصرف الحكومة حتى على الأقل مرتب للمظافين ليقتاتوا عليه في هذا الشهر الكريم ما هي المشكلة بالضغط؟ أعتقد يمكن أن يوجه السؤال إلى الحكومة لكن إذا نظرنا إلى الأسباب الموضوعية التي ربما نعيشها جميعا سنجد أن الحكومة تقول باللسان الحال أنها مقيدة من أي شيء حتى الوعود بالودائع السعودية وغيرها لم تصرف حتى الآن ولم تصل إلى خزينة البنك المركزي في عدن ولا حتى في حسابة الحكومة في الخارج لا يوجد حتى الآن ما يشجع الحكومة على اتخاذ قرار كهذا إلا في حال وصول جزء من المبالغ التي طبعتها في الخارج وهذا أخي عبد الله يجعلنا أن نقول أن الحكومة لم يعود المال يصل إليها ولا يدور في البنك المركزي بسبب عدم وجود ثقة من الثاجر ومن المستثمر المحلي وأيضا الدائم الخارجي لأن الحكومة حتى الآن لم تستطع أن توجد حتياطي نقدي يعزز من ثقة المتعاملين معها في العمر حتى الآن نعم الأمر مرتبط بالإحتياط النقدي وأيضا بتوفر السيولة أم توفر أيضا الموارد نعم محمد اشرح هذه الفكرة اللي يتعلق الأمر بالموارد أم بالإحتياط النقدي أم أيضا بالسيولة أيضا تتوفر التوفر السيولة حاولت الحكومة توفير السيولة من العملة المحلية وهي العملة الصغيرة بطبيعة الحال من خلال طباعة الأموال وهذه لم تكن كافية لإعادة دوران المال في الجهاز المصرفي للدولة لأنها أيضا في سابق الفترات طبعا يعني بالمزاد العلني حاولت بيء حملة صعبة لكي تعيد ثقة للجمهور وتعاملهم معها لكنها لم تستطع بيء 7 مليون دولار حسب علمي أنا حتى الآن أن هذا المبلغ لم تستطع الحكومة أو البنك المركزي في عدن إنفاقه ويعني أيضا أعلنت عن 20 مليون دولار عبر البنك الأهلي لا أحد يدري ما هو مصير هذه الأموال هل بيعت أم لا رغم أنها مبالغ قليلة نعم مبالغ قليلة نعم وهناك أسباب كثيرة رغم أن الحكومة أسهلت لعابة يعني رفعت الدولار إلى 300 ريال إلى 285-290 رغم أنها تبيعه رسميا ب250 ريال لكن لم تستطع عمل هذا وحاولت الصمود كثيرا في الفترة الأخيرة عندما ارتفع الريال السعودي ودولار مقابل الريال اليمني ووعدت السجار مجرد وصول الرئيس عبد الرب منصور هادي محملا بوعد السعودي بملياري دولار إلى الخزينة العامة وثمانية مليار لإعادة الإعمار استطعت أن تعيدهم مئة ريال في ليلة واحدة وقالت للسجارين والسجار أنها تستطيع أن توصل العملة الصعبة لهم في الخارج فلماذا تباربون بالعملة الصعبة في الداخل واقتنع الجميع وبالفعل وقدم الصرافين يلتزمون بهذا على الأقل في الإعلان الخارجية وفي اللوحة الخارجية الدولار بكذا والريال بكذا بحسب ما قررت الحكومة لكنها لم تستطع أن تفي بتعهداتها تجاههم وكان سبب ذلك أنها أيضا لم تستطع أن تعد السبعينئات مليون دولار من الخارج التي أبقاها الامتلابيون من الهوديع السعودية وكذلك أيضا لم تستطع جمع الموارد إلى مدينة عدم بسبب حاجة كل محافظة لإيراداتها خاصة المحافظات المحررة نستطيع أن نقول أن الحكومة تعرضت لخذلان خارجي كبير 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 جدا وحصار على الأقل منذ اثنين سبعة الفين وخمسة عشر منذ العام الماضي وفي مثل هذه الأيام في شهر رمضان أخي عبدالله الرئيس الحكومة يعني خرج على الجمهور برسالة سميت ذلك الوقت بالمكاشفة اشتكى المجتمع الدولي المحلي يعني بالمجتمع الدولي للمجتمع المحلي وقال لهم نحن محاصرون ما يزال الحصار كما هو حتى الآن ولا أحد يدري ما هو سبب هذا الحصار رغم أن الحكومة ملتزمة بكل ما يجب عليها نتجاه التحالف العربي نضاب البصمة أخي عبدالله طبق في الجانب العشكري حتى أنه لا يمكن أن يصرف ريال واحد خارج إطار لا يوجد أموال أصلا حتى تنهى يعني في هذا المجال وبالتالي الخضلان الخارجي سبب كبير وكذلك عدم وجود سيولة وعدم وجود احتياطي نقبي للمنك المركزي محمد محاصر من قبل من؟ من قبل مؤسطة النقدة الدولية مثلا من قبل التحالف نفسه لم يفي بالتزاماته فيما يخص على الأقل الوداء لم يفي بالتزاماته وهو يقول أن الحكومة حتى الآن لم تستطع تفعيل النظام المالي لأسباب متلاتمة منها السويفت ونظام الاتصالات والتدريب والساهل وغيرها لكن أيضا هناك نستطيع أن نقول أن هناك تحرك من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي أيضا يحاول أن يمتك العصى من الوسط وهذا بطبيعة الحال يصبح من صلحة الانتلابيين وذكره تقريركم الذي قرأ قبل قليل ما هو؟ إيجاد صندوق خارجي مستقل هذا يعني يضر بالشرعية تماما ويسعب عليك نصف القوة المتمثلة بالبنك المركزي عندما ينشئ صندوق خارجي لهذه التعاملات المالية خارج إطار البنك المركزي معنى ذلك أنه عطل البنك المركزي تماما عطل قرار الرئيس عبد الربو منصور هادي بنقل البنك المركزي عطل استقلالية الحكومة في هذا الجانب وضغطها على الانقلابيين أصبح الآن بإمكان الصحيح ربما يستفيد منها مجموعة من التجار لكن أنت الآن تعطل جهاز دولة تعطل الدولة بالكامل لمصلحة من يقوم البنك الدولي بذلك وقد رفعت أصوات كثيرة في هذا الاتجاه ورفضوا تعطيل البنك المركزي اللي صالح هذا الصندوق سيكون بمائتين مليون دولار بخمسمائة مليون دولار لا يكفي وبالتالي نحن أمام مكائد محمد لكن الحكومة وافقت على هذا الصندوق ماذا تقول؟ الحكومة وافقت أنها وافقت لولد الشيخ بأنها ستوافق على إنشاء صندوق مستقل لدفع المرتبات وإيضا استلام الموارد من كل المناطق لم حسب علمي لا توجد أي موافقة حتى الآن في هذا الموضوع الحكومة تعرف ما معنى هذا الإجراء ولم تعرض حتى الموضوع على الحكومة لدراتته ما وافق عليهم فقط الإنقلابين في صنعاء وفي جلساتهم مع عند الشيخ الإنقلابين يولد الشكل أنهم أيضا لم يوافقوا أيضا على هذه الفكرة محمد ماذا بخصوص على أقل مرتب لرمضان مثلا؟ هناك الكثير من الموظفين يتسألون إذا كانت الحكومة عاجزة كل العجز على أقل يمكن توفير مرتب لرمضان بالنسبة للجانب العسكري أصدر قرار بتسليم خمسة رواتب السابقة وسلم بالفعل راتب شهر ديسمبر الماضي وأعتقد أنهم بصدد الآن التسليم راتبين بأثر رجعي للعسكريين بالنسبة للجانب المدني أعتقد أنه لا يوجد أي موضوع في هذا الإطار وربما أخي عبدالله لو ركزنا على الجانب المتضرر أكثر وهو القطاع الحاص لأنه لديه ثلاثة ملايين موظف يمني هؤلاء قضيتهم أكبر من قضية الموظفين بالرواتب الذين لا يتجاوز عددهم مليون ومائتين ويشكلون خمسة بالمائة فقط أو أقل من ذلك من السبطان اليمن نعم إذن محمد الكطاع الخاص ماذا به؟ هل فقده ضائفه مثلا؟ تريد القول؟ القطاع الخاص يعني القطاع الخاص في اليمن وهو القطاع الذي لم يتكلم حتى الآن لم يصدر عنه أي بيان الغراثة التجارية والصناعية في كل محافظات الجمهورية لم تصدر حتى الآن أي بيان إلا بخصوص المنافذ الجمهورية في ذمار وفي صنعاء وحول بعض القضايا لكن لم تصدر حتى الآن لا عنه ولا عن نادي الأعمال اليمني ولا عن أي مركز دراسات اقتصادية عن تضرر القطاع الخاص كم تضرر؟ من الذي تضرر لأن رأس المال يقاف من الحديث حول هذا الجانب وربما يصمت على ألمه كما يقال في المثل الشعبي يعني يصبر على شبعته هذا مثلا موجود في كثير من المحافظات يعني وخاصة في إيبو تعيد التاجر لا يستطيع أن يتكلم لأنه يخاف على ما تبقى لديه وبالتالي أخي عبدالله اشترح الكثير وخرجت الكثير من رؤوس الأموال والموظفين لدى القطاع الخاص أكثر من ثلاثة ملايين بينما الموظفون في القطاع العام مليون وبيئتان لا يتجاوزون مليون نعم محمد الجماعي المحلل الاقتصادي شكرا لك كنت معي من عدن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود أيضا لمواصلة الحديث حول المرتبات قضية تشغل اليمنيين عموما موسيقى 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 المترجم للقناة 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 بأنها المسؤولة عن تظهر واتبهم نعم هي المسؤولة حتى لا تعلن الأسباب والمشاكل التي تواجهها الحديث عن عدم قدرتها لتحصل على موارد هذا دائما يتعلن هذا الأمر تقول لا أتحصل على موارد أيضا احتياطة نقدية وعدت بها من قبل التحالف دول في التحالف ولم يتم الوفاء بها هل تقدن الحكومة مضطرة أيضا أن تشرح للرأي العام الصعوبات التي توقع منها ملزمة فقط للتخفيف بدفع بعض المرتبات وليس كل المرتبات الحكومة من الضرورة أن تواجهها صعوبات والحكومة أساسا مهمتها حل هذه الصعوبات إذا لم تكن هناك صعوبات لما الدائل لوجود الحكومة على الحكومة أن تتصرف من منطق أنها المفوضة من قبل الشعب اليمني بإدارة شؤونه ولو وصل الأمر أنها حتى تبيع قسم من الأصول الموجودة للشعب اليمني سواء كانت أرضا أو غيرها أو تستدير من المؤسسات الدولية لمواقعات هذا الإشكال ليس بالضرورة أن تتلقى هبات أو تبرعات عليها أن تقدم قروب لسد هذا العجل بعض الدول التي تعاني أزماتا اقتصادية وليس بحروب تلقى إلى الاستدامة من أجل دفع رواتب الموظفين وتحريط ما يسمى بالدورة النقدية الداخلية وهل هناك من هذه مسؤولية الحق وليس بالضرورة أن تشرح الصعوبات لكن الصعوبات لا تعاني سواء تأخيراً في الوقت وليس عدم الوفاء والسداد نعم في الأقل لو هناك صعوبات تشرح تقول سأفي بهذا المرتب ليس لهذا الشهر القادم الشهر الذي بعده وليس تتخلي عن المسؤولية بشكل كامل هذه الفكرة لكن هل تعتقد أن الحكومة قادرة على الاستدامة في هذا الوقت مثلاً من المؤسسات الدولية أو هناك مؤسسات ترغب في بالتأكيد الحكومة تسيطر كما يقول الإعلام الرسمي على ثمانين في المئة من الأرض وبالتالي هي ما دام تسيطر على ثمانين في المئة من الأرض وهي المعترف بها ولها سفارات ولها تمكيلاً دولي أعتقد أن البنك الدولي سوف يتعامل معها ومؤسسات دولية سوف يتعامل معها الحكومة تسيطر على مناطق إنتاج النفط والغاز وحوالي ثمانين في المئة من الشريط السياحلي بيد الحكومة وبالتالي هي تسيطر على أجزع كبيرة هي لم تبقى معاها سوى مجموعة محافظات عليها تكثيف عملها العسكري وتقديم التجامات وبالتالي العالم سوف يشعيدها بارتبار أنها حكومة شرعية منتخبة لها قيادة شرعية ممثلة في الأقرائيسة الجمهورية وهذا منتخب وبالتالي العالم يبحث عن جهة رسمية لاستعامل معها أما الإنقلابيون لا يملكون إلا ما نسميه بشرعية البسط بالقوة فقط لا غير نعم ماذا عن التحالف عبدالهدي هل هو مسؤول أيضا أو لك الملتزم أخلاقيا بالالتفات لهذه المسألة مسألة للتحالف فقط يمكن أن يشاهد لكن مسألة الإجام التحالف تدخل لدعم الحكومة اليمنية وبالتالي هذه المسألة تفترز من الحكومة اليمنية أن تقدم طلبا رسميا في هذا الاتجاه لكن هل الحكومة قدمت طلبا رسميا في هذا الاتجاه ورفض التحالف حتى نقول أن التحالف مسؤول أو غير مسؤول نعم هي طلبت عبدالهدي هي طلبت احتياطي لرفض العملة مليار دولار مثلا منذ سنة ولم يتم الوفاء به إلى الآن لا يوجد تصريح الرسمي أنه لم يتم الوفاء من قبل التحالف حتى نقول أن التحالف قصر في هذه المسألة ولا يوجد توضيح رسمي أيضا من الحكومة اليمنية أنها عاجزت في هذا الاتجاه أو لم تعجز هناك تعاملات دولية هناك بموك هناك مؤسسات هناك أكثر من حل وأكثر من طريقة يجريك الإقوال القائمين على البنك المركزي ووجارة المالية والحكومة هذه تصرفات الآل العالم بالبلدان العالم إما دائنا أو مدينة وبالتالي عليها التصرف بطريقة أو بأخرى أيضا عليها التصرف ببعض الأصول الداخلية لصدقاش الكبير من هذه العقوجات نعم وهل يمكن عبدالهدي إذن ما الذي يريد فعله وهل هناك تاجر أو شركات عالمية تشتري أصول داخل يمن وهي تعاني من حرب أهلية في المناطق المحررة نعم هذه عقود دولية والعقود الدولية تتعامل مع سلطات شرعية وبالتالي كل سلطة ترق هذا الوضع ملجمة بسداد ما أبرمته السلطة التابقة المعترف بها رسميا هذه مسائل مرتبطة ببرتكولات وأدو وأيضا باتفاقيات دولية وبمعاملات دولية على الحكومة تكفيذ جهود والضغط في المناطق المحررة بقوة من أقل جاني مواردها وإعادة انتظام مواردها الاقتصادية الاقتصاد هو المسألة الحقيقية للسلطة والتحدي الكبير نعم والتحدي الأكبر للحكومة الحكومية تحضر على الأقل من خلال الوظائف من خلال المال إذن عبدالهادي العجلس والأخير ما الذي ينبغي فعله الآن ونحن نواقف شهر فضيل وإذن ربما مطلبات عيد أيضا على الأقل شهر أو تدفع مرتب شهر للمظاهين أو شهرين هناك بعض المحافظات يدفع فيها رواتب هي المشكلة في بعض من هذه المحافظات وليس في الجمهورية بشكل نعام في المحافظات الجنوبية المحررة يدفع عن رواتب تبقى المسألة في المحافظات الشمالية المحافظات التي تأتي في سيطرة الإقلاب الإقلابين دفعوا نصف راتب والباقي كما نسمع من الأخبار ونحن في جوج من محافظة محررة لا نعلم من الذي يقري لكن يقال أن هناك دفعا جرى بواسطة يعني تحويل شركات لمؤسسات تجارية تقدم مواد رضائية وغيره للمواطنين وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تتصرف بهذا الاتجاق أن تستقر في عدن وأن تعيد النظر في مسألة الإرادات أن تنشط إرادات الحكومة بدأت من بين النظر عليها إعادة تنظيم مسألة موارجها وإرادتها الاقتصادية الرئيسية والمركزية يمكن أن تسج هذا الجانب بشكل كبير من إرادات من تصريح المشتقات النفط الداخلية وأيضا من النفط الخام ومن الغاز ومن مسألة السواحل والمناطق التي تسيطر عليها ومع ذلك ضرائب داخلية وغيرها إنما بقى الوضع على ما هو عليه كما هو حادث الآن لا نعرف أين تذهب الإرادات وآلية انتظامات مسؤولية الحكومة وليست المواطنين ولموظفين أيضا نعم عبدالهادي الزعزي المحلس سياسي المعروف شكرا لك كنتم أيضا من تعز أشكركم أنتم أيضا عزيزي المشاهدين على أمل لغادكم في حلقة أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة